أشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مؤكدا أنها تأتي كترجمة حقيقية لقمة المناخ التي ستنعقد في مصر بداية الأسبوع المقبل وضف رئيس الوزراء خلال مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أن العالم يمر بفترة شديدة الدقة والاستثنائية لم يمر بها على مدار عقود سابقة بعد أيام قليلة جدا من بدء قمة المناخ في مصر المصر تستضيفها في فترة شديدة الدقة والاستثنائية في ظروف العالم كله ممرش بها قبل كده على مدار عقود سابقة ويمكن قمة المناخ في مصر التي ستعقد بداية الأسبوع القادم يعني واخد عنوان مهم جدا وهو يعني الانتقال من مرحلة التعاهدات إلى التنفيذ الفعلي للمشروعات اللي ممكن أن تسهم في الحد من ظاهرة التغيرات المناخية وعشان كده أعتقد أن هذه المبادرة الوطنية بتأدي ترجمة حقيقية لعنوان ثمة المناخ الحقيقة هذه المبادرة وأنا بواجهة شكر للدكتور محمود لما بدأت الفكرة الحقيقة في هذا العام وبدأنا الخطوات التنظيمية لها وأعلننا عن اللجنة المسؤولة عن بدء تلقي المشروعات المقترحة الكلام ده كله كان في شهر مايو فإحنا عندنا فترة زمنية لم تتجاوز الخمسة أشهر عشان المحافظات تتقدم ولجنة التحكيم تشتغل وتنهي كل إجراءاتها ترجمة نانسي قنقر